السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر دايزر ده جالاكسي S8 بلس الجيل الجديد في خط S من سامسونج وأول فلاكشيب رئيسي للشركة بعد الفقيد نوت 7 وأكيد واحد من أهم الموبايلات في 2017 طبعا موبايل شكله وتصميمه رهيب لكن قبل ما أكلمكم أكثر عن تجربتي الأولية خلينا نشوف الأول إيه اللي بيجي في الصندوق مع ال S8 لذا المرة دي الوضع مختلف شوية وأول حاجة تحت الموبايل طبعا هتلاقي شوية الأوراق والمانوالز ومعها أكيد السيم تول بعد كده هتلاقي الشاحن السريع والمرة دي أخيرا بقى لونه أسود وكده في رأيي أشيك بكتير كمان هتلاقي وصلة USB A USB C ودي عن طريقة تقدر تنقل بيناتك من أي جهاز سامسونج تاني وبعد كده كمان هتلاقي عندك وصلة USB C مايكرو USB عشان لو عايز تستخدم أي كابل قديم عندك عشان تشحن الموبايل وأكيد كابل الشحن المرة دي USB C لأول مرة في خط ال S من سامسونج وعلى عكس الموظم الشركات اللي بطلت تضيف سماعات جوه علبة الموبايل سامسونج أضافت سماعات قوية جدا من نوع AKG ولسعرها في العادي حوالي 100 دولار ودي أكيد حركة ممتازة من سامسونج السماعات كمان بيجي معها إير تابس بكازم آس ودي كانت كل حاجة جوه العلبة ودلوقتي نركز على الموبايل نفسه وأكيد أهم حاجة في ال S8 Plus هي الشاشة العملاقة 6.2 من 10 إنش ولشكلها مبهر مع البازلز الصغيرة جدا الشاشة شكلها في الحقيقة أحلى بكتير من الصور الفيديوهات اللي شفتها الألوان ممتازة والبرايتنس أو السطوع عالي جدا ومن أكتر الحاجات العجباني في الموبايل لحد دلوقتي هي زراير النافجيشن واللي أخيرا بقت جزء من الشاشة وأول حاجة طبعا عملتها أني رتبتها بشكل مظبوط يعني الباك بقى على الشمال لأول مرة على أي موبايل أستخدمه من سامسونج أخيرا من تجربة الأولية كمان لحظت أن ماسكة الموبايل في الإيد ممتازة ورغم حجم الشاشة الكبير لكن عرض الموبايل سهل جدا تمسكه في إيد واحدة وده أكيد إنجاز ممتاز من سامسونج الموبايل عمتا مصنوع كويس جدا وكل الدورانات والإنحناقات بتدي الشياكة جدا للموبايل وبصراحة بتخلي أي موبايل جنبه حاليا شكله قديم من الحاجات اللي كنت قلان منها هي مكان البصمة وفعليا هي مكانها لحد الوقت مش مريح أبدا يمكن هتعود عليها بعد كده وهنعرف إن شاء الله في الريفيو الكامل بس حاليا مكانها مش عجبني بشكل مكسف كموبايل الرئيسي ورايب جدا إن شاء الله هعملكم الريفيو الكامل المفصل فاتأكد إنك مشترك في القناة عشان تكون أول واحد تعرف رأيي نهائي في الـ S8 وبس لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وشوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي سلام